صباحكم من جديد كاثي وحازم وأكيد برحب مرة تانية بمشاهدينا في جولة جديدة في أخبار عربية وعالمية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا أكيد بتتصدر المواقع الإخبارية ونبدأ من أخبار كورونا التي أدت إلى وفاة أحد المعمرين في مصر ويبلغ من العمر مئة وسطة أعوام طبعا هذه الوفاة كانت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ونقلت وكالة الأنباء أن حفيد المتوفي كان يعمل ممرضا بالمستشفى ودوره بالعمل بغرف العزل وسمح له بمتابعة الحالة الصحية لجده أثناء فترة عمله إلى الهند وهناك إعادة السلطات الهندية فتحتاج محل المعلم السياحي الأشهر في العالم والأثار الأخرى في نيودلهي أمام الحركة السياحية ويذكر بأن هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد طبعا هذه الارتفاعات كانت أسرع وطيرة في ثلاثة أشهر لكن يتوجب التقيد بتعليمات السلامة بكل الأوقات من ارتداء الكمامات وعدم لمس الأسطح والحفاظ على التباعد الاجتماعي المشهد الأخير في حياة الفنانة المصرية رجاء الجداوي كان كيسا أسودا وتابوتا معدنيا ولافتة كتبة عليها احذر خطر الإصابة بالعدوى حيث ودفنت الفنانة رجاء الجداوي عن عمر 89 سنة بعد أن تصدرت أخبار المواقع الفنية والأخبارية طيلة 43 يوما مدة إقامتها في المستشفى وودع الفنانون الفنانة رجاء الجداوي بمجموعة من التعليقات المعبرة عن حزنهم لفراقها طبعا ننهي هيك أخبارنا العالمية